مرحبا عزيزة متابعي قناة برلين بعيون عربية الفيديو ماتريمه عن الايفون وتحديدا عن كيف رح نزيد المساحة غير المستخدمة في الايفون قبل ما ابدأ شرح اتمنى كل شخص يدخل على هذا الفيديو يدعم قناتي برلين بعيون عربية باشتراك لايك ويفعل الجرس حتى يوصل لكل شي جيد من انجل والجديد على قناتي قناتي اسمها برلين بعيون عربية قناتي مختصة في التطبيقات ومشاكل التطبيقات والايفون ومشاكل الايفون وايجاد حلول لهذه المشاكل في البداية حتى نعرف المساحة غير مستخدمة رح نروح على الاعدادات وننزل الى الاسفل نروح على عام ونروح على مساحة التخزين رح تظهر عندنا هذه المساحة هذه المساحة الكلية 128 المستخدمة 94 الفرق بينها المساحة غير مستخدمة فائدة هذه المساحة غير مستخدمة انه الايفون يشتغل بحرية في واحد عقل يدير الايفون اسمه المعالج هذا المعالج الدماغ مال الايفون هذا يشتغل اشقد مساحة غير مستخدمة كثيرة اشقد الايفون يشتغل بصورة صحيحة بدون اي اخطاء النقطة الثانية رح تحافظ على البطارية مالتك بدون ما يصير بيها حرارة كثيرة فلهذا انت رح تضمن شغلتين من الزيد المساحة غير مستخدمة المساحة غير مستخدمة هي اساس شغل الايفون وشغل المعالج مالتك دائما دائما حاول اشقد تكبرها يشقد احسن بالنسبة اليك طبعا المساحة غير مستخدمة كل ما اززيد مساحة الايفون لازم المساحة غير مستخدمة اززيد يعني الايفون 32 يحتاجها 3-4 مساحة غير مستخدمة 64-7-10 جيجابايت أما بالنسبة لل32 يحتاج له بين 20 إلى 30 جيجا بايت مساحة غير مستخدمة كل ما راح نزيد مساحة الآيفون كل ما مساحة غير مستخدمة لازم نزيدها لأنه المعالج راح يحتاج مساحة أكثر حتى يشتغل بصورة مضبوطة مثل ما تشاهدون كيف راح نزيد هذه المساحة أول شي هذه المساحة راح نزيدها أنه شكوا عندنا صور وفيديوهات ما نحتاجها دائما نحن تجينا مثلا صور يوم الجمعة يوم سبت يوم عيد الميلاد وفيديوهات قصيرة دائما بعد يوم أو يومين احذفها ومثل ما تشاهدون أنا صار عندي 5.99 يعني 6 جيجا بايت أعملها إفراء حذف الآن أنا خلصت من هذه المساحة ما للفيديوهات والصور اللي غير مستخدمة الآن أنا خلصت منها وشوفه نزلت 89 بعد شون أنا أستفاد عندي تطبيقات مثلا البوبجي أنا ألعب مثلا كل يومين كل ثلاثة هذا البوبجي أدخل عليه بالآيفون أعمل إزالة التطبيق إزالة التطبيق مو معناتها حذف التطبيق من أريد أرجعه رأسا يرجع بدون تسجيل بدون دخول لكن هذه فقط بالنسبة للتطبيقات اللي أنا أستعملها مثلا كل أسبوع مرة أو كل أسبوعين مرة أعملها بهذا الشيء النقطة الثالثة مثلا عندي التيك توك التيك توك الاسناب أنا عبره الواحد جيجا حتى أخذ هذه المساحة الزايدة والتليجرام راح أحذف التطبيق وأرجع رجعه راح يرجع عندي هذول اثنين هم مو أكثر من نص جيجا راح أوقف التصوير وأرجع أحذفهم وأرجعهم وتشاهدون كم راح تصير المساحة مالتهم الآن بعدما حذفت التطبيقات ورجعت حملتها أدخل على مساحة التخزين ودخلت عليها شوفوا كم صارت المساحة صارت 84 بعدما كانت 94 فقط فرغت من الصور والفيديوهات اللي ما أحتاجها واثنين نزلت مساحة التطبيقات اللي كانت عالية طبعا تقدر تمسح حتى الميتين ميجا شوفوا خلينا نشوف السناب كان قيقا ونص نشوف كم صار السناب صار عندي واحد ميجا ونص يعني لا شيء بعدما في ناس يدخلوا لي عشر قيقا أو اثنون عشر قيقا فرجع أن أحذفوا التطبيق ورجعوا بعدما تفعلون نسخ الاحتياطي لأن هذا خطأ في الجهاز ورح يرجع لكم ما بيأي شيء نقطة واحدة بقت حتى زيد المساحة غير مستخدمة راح ترجع إلى الوراء تنزل إلى الأبل ستور دخلنا على الأبل ستور راح تفعل هذا الخيار راح تنزل بالأسفل إلى إزالة التطبيقات غير مستخدمة كل التطبيقات اللي ما تستخدمها بواسط الذكاء الاصطناعي راح فقط يعملها إزالة يعني ما يحذف البيانات ولا كل شيء هذا الخيار دائما فعله حتى تشاهدون هذه التطبيقات لو رجعنا على لو رجعنا هنا مثلا على هذه اللعبة Call of Duty تشاهدون أنه أنا مداخل عليها فبقت هذه أنه موجودة لكن فقط البيانات الرئيسية نفس الشيء كثير تطبيقات عندكم أكيد ما تستعملوها فرح تصير مثل Call of Duty هنا فقط بواسطة الذكاء الاصطناعي أنه إزالة وتقدر ترجعها فقط تكبس عليها ترجع تشتغل هذا الحبيت أشرح لكم إياه نهاية الفيديو دائما حافظوا على المساحة كبيرة كثير يدخلوا لي مساحة هاتفهم 128 المستخدم 124 طبعا هذا غلط البطارية راح تنعدم والهاتف أيضا راح ينعدم عليك والتطبيقات ما تشتغل بصورة صحيحة ونقطة وحدة أخيرة أنه السناب كثير تنفقد الصور بهذه الشغلة تنحذف روتينيا لأنه السناب ما يلقي مساحة فيحذف الصور اللي بداخله نهاية الفيديو أمانة كل دواحد دخل على هذا الفيديو واستفاد منه يدعم قناتي بلين بعيون عربية باشتراك و لايك ويفعل الجرس حتى يوصل كل شي جديد من عندي مع تحياتي من برلين عاصمة ألمانيا أي سؤال أو استفسار أي مشكلة كتبوها بالرسائل أنا حاضر شكرا لكم مع ألف سلام شكرا لكم